السلام عليكم بنات. شهدكم وكم بخير. مرحبا بكم في قناة قلانديزة. سنحولي للطولة هادية. وعلى الطولة هادية تركت لكم فيديو يهبل اشتغلت عليها ربعيا. سوف تشوفوا تغييرات الغرفة التاعي وخملتها بعد العيد. كاري تكنت الغرفة كيفاش خليتها. اللغ جيت له هنا ينخملها معاكم. أمامتو رح نحكو على مواضيع متنوعاء يليق لواحد يسمحها. خاصة وإحنا خارجين من رمضان ودخلين على الصيف. التعب حلف ما يروح. المورال حابط ما حبش يطلع. سواء نقرأوا. ولما نقرأوا اشتقائيا لما نلحقوا شهر تعاما ينحسوا العام خلاص. نشوفوا رحنا يعني ما درنا والو طنك يزيد مورال يحبط. ويوم بعد يوم يوم بعد يوم شهر بعد شهر نقال ورحنا جايبين سبتمغ ما درنا والو في العام. ولهذا يرخوا هذا هو الوقت المناسب باش نشمره على يدينا ونداركو الأربع أشهر اللي يضعون العام بتاعنا. هي في الحقيقة لوحد كي يشوف مليح كيركز يلقى ما زال ما نصفناش العام وهدي حاجة مليحة. لايباك ما زالنا 8 شهور باش يخلاص العام بتاعنا. انا واحدة من اللي بدأ العام هدا ما زال ما درت ويلو ما حققت حتى حاجة حتى طميحة ما حققتها. ما عدا حضرت زوج دورات يعني كتاب واحد ما زال ما كملتوش. وانا بعد رمضان نحس شوية بالوقت انه ولا لصالحي يعني شوفوا هنا يدرت الحناني فرحانة. هادي كانت لاليس لدى قبل العيد في التشك باش ما ننسحت حاجة لازم ورقاوستيلو سينو نضيع. المهم انا قبل رمضان نبقى غنستنا في رمضان. دونك شغول ما قد ندير والوهمي. بعد رمضان نلقى الوقت ليان. ما لا هذا هو الوقت تاع الجد تاع الصح. على باكم على جل حماس البدايات المخادع تلقى يروحك في بداية العام بتشتهدي مليح مليح. وانا بعد يجي كذا كالفوتور وتعياي الاخرهي وانا بعد روادو. فهادي فرصة رائعة باش نبداو ننجزو. واحنا ما عندناش حماس البدايات تاع بداية السنة. رانا داخلين ماي ان شاء الله. الاهداف اللي راح نحطوهم حتى نهاية السنة. ما راحش يلوثهم حماس البدايات وهدي حاجة رائعة. مي. لكن قبل ما راح نشوفو واش راح نخططو. كيفاش نخرج بقعة الراحة اللي رانا فيها. والكس اللي رانا فيه. ما نقدروش نجوز ورولو بلا ما نحكو على رمضان. على بالكي انا كي بزاف منكم يجيه الخمول بعد رمضان. يجيه الفوتور من العبادة. يحسروا حب عيد على ربي. ويعني تم تم يحبط له المورال ويدخل في حزن. هو ما واش فيها مع له. هو في الحقيقة ماشي بسببنا احنا يا. السبب الاول هو الطمأنينة عرمضان. والعبادات اللي كانت فيه. يعني ذاك الباراكة والله الله. لما راحت مع رمضان نحسه بالحسن. وهذا امر طبيعي. لكن السبب الثاني. واللي هو مش طبيعي. إحساسنا بالفوتور من العبادات. يعني ابسطهم تلقى روحك متقريش القرآن. كما كنتي في رمضان. هذي مستكلف بها العدو تعنا ورياذه بالله. يجي في كامل نشاطه. يجي هو حلف علينا. ويخرب علينا كامل وش كنا نعبدو. بعد ما كان مصفد في رمضان. ويقول لنا خلاص عبدت بزاف رمضان. دوك وقت الراحة. وقت المسلسلات. وقت الموسيقى. وقت المعاصي. ما كان لها تنود للفجر. وغيرها كيف. نحن نتلقى ايان كي تتبعوه. نحسوا بذلك الفوتور. نحسوا أن نرى نبعد على ربي. لهذا يا الخاوة. كما قال الإيمان في خطبة العيد. قال صحابة كانوا يضربوا ستة شهور. وهو ما يدعوا باش رمضان يتقبل لهم. وخمسة شهور. وهو ما يدعوا باش يبلغوا رمضان القادم. تخيلوا هادو صحابة بركة. نحن غير يخلاص لنا بردان. نحن صحنا قدرنا حاجة كبيرة يعني. تخيلوا كامل واش خدمنا في رمضان ما يتقبلش. ماشي مصيبة. ولهذا إذا حبينا نعرفوا إذا رمضان تقبل ولا لا لا. نشوفوا أعمالنا بعد رمضان إذا استمرت ولا توقفت. إذا كمنا نصلوا مليح بخشوع وفي الوقت. ونقرأوا قرآن كل يوم. ونذكروا ربي بزاف. ونحاولوا نتصدقوا. ونديروا الخير ونسمعوا محاضرات ووقت الشغول. ونحاولوا نصوموا زيادة. يعني يددنا بزاف الخير وعبادات. فهذا مؤشر مليح باللي بإذن الله تعالى. رمضان يكون التقبل. بالعكس وصحيح. إذا درعينا يعني. لهذا لازم نفيقوا الوساوي الشيطان. لما يجيب لنا المعصية مباشرة تفكروا رمضان. ايوه دوكا جينا الماء بعد رمضان. كيفاش نخرج من دائرة الخمول والكاس اللي راني فيه. ونبدأ من جديد ونطلق في الإنجاز وتحقيق الأهداف. كين حاجة لازم تفهموا عليها. إذا ما تفهمناش عليها ما كلهنو نحققوا حاجة. واللي هي إعادة ضبط النوم التانى. أنا شخصيا بعد رمضان. أرواحي انتي ورقديني. معانات معانات. مستحيل نرقد قبل الثالثة صباحا. ودوكا بعد ما جز أسبوع. بديت نعدل بشوية. نحبط الوقت بشوية. حبطتو للثانية صباحا. من بعد حبطتو للواحدة صباحا. من بعد حبطتو المنتصف الليل. وإن كان ينجز عظيم بالنسبة لي. ودوكا راني نخدم باش نرقد على الحداشة الليل. لماذا؟ لأنه بلن نوم باكرا. ما نموت بكري. ما نخدم. ما نحقق. ما ننجز. نقعد نجري غير مور المطبخ وشغل البيت. ونخام لو تعبى نوم ورا لي تحت الأرض. لهذا السر بعد رمضان في الانطلاقة. أراه يكمن في النوم. النوم يا خوة. بسي فعلينا نرقده بكري. ونبطله السهرة إذا حبينا ندخله روتينات مثمرة لنهاراتنا. وباش يكون عندي روتين مثمر. واضح وضوح الشمس أنه لازم ندخل على روتين إعادات ناجحة. ما نسحقش ننسعى باش ننجح. نسحق ندخل إعادات ناجحة. ونمحي إعادات سيئة. هذا الزوج وحدهم يرجعوني إنسان ناجح بلا منشقة بزاف. كما مثلا البرج يبنوه طابق طابق. أنا نبني نجاحي بعادات بسيطة ناجحة تبدلني مع الوقت. مع الوقت 180 درجة. وأولهم النوت ساعة قبل الوقت اللي يبدأ فيه نهاري. وللوقت اللي يبدأ فيه تبدأ فيه لاغوتين تاعي. نقرأ قرآن. عشر دقائق رياضة. عشر دقائق قراءة كتاب. نشرب بزاف الماء. نعتني بالمظهر التاعي وهذا أمر مهم بزاف. نعطني ببشرة تاعي. ندلها شوية سكين كارنت هلا فيها. لننظروا ما يريد تم تم. هكذا. ثاني نبدل حوائدي. نمشد شعري. ما بقاش بالبيجما تاع البارح. لازم نبدل حوائدي. باش نبدأ نهار جديد بشيطاني الطاقة. وثاني نستقى هوات رونكي. نشرب قهوتين. الله الله. نحب روحي. لازم لديك الوقت واحد ما يديرونجيني. هكذا نبدأ نهاري. هادو برق عام عامين ثلاثة. ارضي لي الخبر وين تلقاي روحك. تقدري تاني تدخلي معاهم مثلا صباح ربي. حفظ نصف صفحات عقرآن. سهلا مهلا ما تديرك شو الوقت. وتخيلها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وين تلاحقي. وكي تخدمي الشغل. اراني تبح بحتي يا البنات. تبح بحتي وانا نقول وانا نعاود. هادك هو وقتك الثامن في اليوم. حتى انك كنت تعرفي قيمته راح تتمنى انه الشغل يدوم وقت اطول. لانه تمك اللي راح تطلعي حاجة من الزوج. اما ايمانك لما تسمعي محاضرات دينية وانتيا تخدمي في الشغل. او المستوى الثقافي والعلمي التاعك لما تسمعي فيديوهات مفيدة. تاع مثلا تطوير الذات تاع ثقافة تاريخي لاخره. او ملخصات كتب كما قنات تاع دوبامي كافين روعة. كين اللي قالوا لي انا ما نقدش نركز كنكون نخدم شغل ونسمع. هادي حاجة طبيعية بزاف يقدر الانسان هاكا مندك مندك تهرب له. ممع الوقت التوالفي خاصة انذا كان قدمك التليفون يعني. ولا عندك باف. انا مثلا شريت باف سبيسيامون للكوزينا. خادش عندي لاوت ولاوت تدير بزاف الحس. ولايت ما نسمعش تليفون كي يكون ديرا فيديو. شريت باف كانت تسعين هلف كانت عمية وثمانين تي وش حبيتي. المهم نسمع ونستفاد. هداك الوقت التع شغل تاعي هو وقت استثمار تاعي. بهادو برك يعني ما نكترش. هادو برك يكفوني باش نخلق روتين مثمر رائع. يعطيني حماس يعطيني النشاط يعطيني فرحة. ويوم بعد يوم نحص روحي راني نتقدم. هنا راني كملت خملت الشومبرة تاعي. واخيرا حسيتها تنفست مسكينتها ممكن تتعاني. مين اقولت نحبس الفيديو هنا يوم بعد طقت لي هكا. قلت نون لازم نحس بالتجديد. انا بعد انا مدال لازم نحس بالتجديد. واكتر حاجة تخليني نحس بالتجديد. واللي هي اني نغير اماكن القشة تاعي. كينا حاجة ما قدروش نهملوها. واللي هي المحيطة تاعنا هكا. ما قدروش نبقاو الاز وحنا المحيطة تاعنا مخروب. لهذا خملي ونظمي ورتبي دارك حسب الطاقة تاعك. بالك تزيدي فوق الطاقة تاعك. وحاولي تخلقي جو مغاير في المحيطة تاعك اللي تبقى فيه. سواء غرفة تاعك ولا المطبخ ولا المكتب تاعك ولا غرفة تاع إقامة تاعك. ماشي شرط انك تصرفي دراهم كبار. انا واحدة كين حاب نجدد نغير فقط اماكن الاثف تاعي. هذا ما كان. هذا نحس روحي يعني ادخلت مرحلة جديدة في حياتي. نحس شغل كل يرحلت الدار جديدة. وفي هذا السياق حبيت نوري لكم هذا البارير دودغاء. ولا بلوتو كاش كوات اللي اللحقني من عند سليما كوت يغياغ. اللي نقول هاتك الصحة تعطابك الله وفيك خدمة ما شاء الله. قلت بلا كنفيد به البعض منكم اللي حبي يجدد للصيف اللي هو الداخل. ولا العرايس اللي راهم يوجدوا التروس وتاعهم. انا ديبا كين حب حاجة البنك تاعي نكموندي ولا نشري كاش كوات. يعني باغير تاع كاش كوات علىه. ناصل ما في الصيف يعني هادك الاضغاء هادك تحسيه مدوبلي. يقعد في البنك شباب وما يتزحلقش يعني سيختولي عندهم دراري. يجوزلوا مع البنك تاع حو باك يتعرفي تتسقمي وهم يفسدو. ما كيكون كاش كوات يكون تقليل يجي شباب. وممطن فشتا نبدل بيه الكوات التاعي يعني نحس روحي عنديش حال من كوات. دونك حبيت نوري لكم هنا تفاصيل الالوان ما مش يظهروا بزاف. بوسك عندي بزاف دو صفر في الاشامبخ. شوفوا الخياطة كيفاش متقونة بالطبع والشان. يعني يعطيها الصحة تعطيها سليمة خدمة. ما شاء الله حبيتكم تشوفوها عن قرب. يعني فغيمون ضرب وطلة فلاباشتاحها روعة. عندها انواع واشكال. وباش الله يعني خير واختار. الحانوت الداخل الله يبارك تنمو عندها بزاف الموديل. أنا بارك لنحب حاجة سامبل. سيبو خسدت حاجة بزاف سامبل. يعني بس سيف باش خيرتها تنمو حب حاجة سامبل. ما هي عندها بزاف اشكال. يعني تروحي الحانوت. الحاجة اللي تحبيها تديرها لك وتخيضها لك. فكو تشوفو الخياطة ما شاء الله روعة. ما عندي منقول يعني ما عندي منقول. فغيمون روعة. تمو غزلني وغزلتي لها كولورتها دية. ايتبان شغل كوني لها كرام فاني. تاع الماشينا صح ولا لا لا. هي ما يشتبلكم لهذا اللون اكزاكتي ما راهو. ما هادك اللون سوا سوا. المهم فغيمون ما شاء الله ضربوط الله فلا باج. إلا وتلقاوا وواش عجبكم. الله يبارك الله يبارك ما عندي منقول. سيختوكي هي كبيرة وعندها صفحة وتخدم هاد الشي. فانا شجعتني فغيمون شجعتني. احنا ما في نشوفو هاد المشاريع عند الصغارات. ما كتوفوهم عند الكبارات تفرحي. فلازم لها تدعم البنات. داكار. وثاني كملت خممت لكوافز تاعي. ما بدلت هاش يعني تلمو. نظن نخمم كيفاش نبدل لكوافز تاعي. ما نلقاش حاجة اخر من الانسطلاسيون يعني دايرتها. اما المكتب لعزيز التاعي. فحاولت اني نغيره قد ما نقدر. اصلا علاش كان كامل هاد التغيير تخيله. علاجال فقط. حتى حتضحكو دوكا. علاجال الشجرة اللي يشوفوها مكتاقة تاعي. هدا ما كان. علاش هادك الشجرة تلهمني بزاف باش نكتب. باش نألف. كي كنت حاطى المكتب بجهة اللي شتوها من قبل. مكنش فيه قاعد ضو. انا اصلا عاني متضو ما تدخليش الشمس تدخل على عشرات اروح خلاص. وتدخل غرجي هات على المكتب هادية. كنت حابة بزاف نرجع على المكتب. فهاد البلاسة اللي كان فيها بكري. باش انا نألف نكون نشوف في الشمس ونكون نشوف في الشجرة. حتقولي لك يتقمص دور الضحية. ايوه في التأليف نتقمص دور الضحية. ولو اني ألفت يعني الدورة التانية اللي شفتوها. درتها لكم في فيديو تانية نهاية العام. ألفتها فقط فوق البونك. مكان لا ضولة ولو. في طابوري هادك نخدم فيها. مانا نحب يعني نحب نفشش روحي. مدام عندي الفرصة. علش لا لا. قدنا نحبه روحنا ونفشيها الله هالله. بدرت كامل هاد التغييرات غير باش يلحق لي. الضو تعربي في المكتب التاعي. ونقدر ننألف. او ممتون يعني عجبتني حمدو الله. حتا تشابه بثاف جود اليمياء. لازم يكون حاضر اكيد. عاوت رجعت هاد الكارد. درت شوية تغييرات. ايلا رو ماركيتو. ايلا لاحظتوا انه الميكرو. والبيسي ما راهوش فوق. المكتب. وين راهو؟ راهو مخبي مور المكتب. فاديك تشخنا هادك. حبيت نحي ذاك الكارد كبير. كحل. غملي شوية. لحطة تاع المكتب تاعي. جاني دائرة ديكورات بالاسود. والبلانر اسود. زاد هادك اسود يعني غمني بزاف. فحطيتو التحت. كي يكون عندي منتاج برك. لنطلعو فاسي المنطلاغر. كما درتو انا المنطي في هاد الفيديو. نخدم ونكمل منتاج تعيي. نعود نحطوه. وهكا يقعد لي الاسباس في البيرو. يعني مش حبيت نقول لكم. مش حبيت نبعت لكم رسالة من خلال هاد المكتب. انه كي مطق لك ديري. مشي لازم تقولي. او ايك خون في الاردوك عادي. نورمال حاجة اللي تجيك في بالك. حاجة اللي تجيك تساعدك ديريها. الغرفة غرفتك. ولا المكتب مكتبك. ولا المطبخ مطبخك. المهم حاجة اللي تتحسك انك راكي الاز ديريها. المهم عاوني روحك بشتى الطرق. شتي بشتى الطرق انك تنجزي وتحقي. لانه الوقت يجز يجري. والعام يخلاص. ونحن نشوفو رحنا عام بعد عام الاهداف مزلوا من نفسهم. علاش علي يا سيدي. نعاوني بالحاجة اللي قدرت عليها. ما عنديش ماكاش دراهم. ماكاش كيفاش نغير نجدد نشبح. نخدم يا سيدي نخدم. ديري هاكيكين عفايز دي اي واي معمرين في اليوتيوب. بش تشبحي البيت التاعك ولا تسقميها. خدش هذا صدقوني يعطي بزاف روتور. يعطي بزاف روتور لحامس التاعك. يعني يجدد لك الطاقة تاعك يخليك فغيمو تشتغلي وتنجزي. اما بالنسبة للاهداف اللي ندلوهم في شهر ماي. فخير انتي يا وش راكي في المجال اللي راكي حاباتو. ولا في القراية تاعك ولا في الضمان تاعك. اذا ما عندك والو كنتي ماكيثة في البيت. انا نقترح عليك تختاري تعلم لغة. دي بخيفيرانس دي بخيفيرانس تكون اللغة الإنجليزية. وانا بعد يعني اللغة الشاخشة اللي درتهم. لقيت انه باش تتعلمي لغة باش تتعلمي لغة. اسمعيها من نهار للليل. وانتي تسمعي برك. ما تحرسش كاعد تفهمي. حتى لكم ما كنتش تعرفي. اا بي سي دي. اسمعي برك. اسمعي. اسمعي. وقعدي غر تسمعي. تسمعي. تسمعي مدة ستة اشهر. وما قالوا ستة اشهر تقري تزيدي اكثر. ستة اشهر تبدي تنطقي وحدك. كي ما سوا سوا اطفال صغير كي يجي يتعلمي لغة. من عندي مه بي بي. كيفاش تعلمي اللغة من خلال السمع. هنا يا فيلمي تلكم قاع البيت. ونسيت بلي ما ننشي على جود المياه. تاع البيرو. هاداك الفيولي. طنك عاودت رجعت الكاميرا. وعاودت حطيت الباتري. وعاودت ننط الفيلمي. باش تشوفوا جمال اللون البنفساجي. انا المتعليه. كيم زاف الوان فيه. ماينا نحب بزاف هاد البنفساجي. فهذا العام قبل ما يخلص عينا العام. والصيف استغلوه البنات. والصيف ماشي للرقاد والكونيكسيون. نقصوا كونيكسيون قد ما تقدروا. باش تنجزوا في حياتكم. هادي هي بنات. ان شاء الله هيكون عجبكم فيديو. ما تنسوش اللايك. تعلقوا فيروحكم. تلقوا فيديو اخر بإذن الله. سلام عليكم.